بعد انقطاع داما لأكثر من ثلاثين عاما يعود العراق ليحتضن مؤتمر المدن العربية في بغداد بمشاركة ثلاث وعشرين مدينة عربية إذ يعد العراق شريكا رئيسا في منظمة المدن العربية وأبرز مؤسسيها نحن سعداء باستضافة وحضورنا مدينة بغداد بعد انقطاع دام خمس وثلاثين عام رح يكون هناك جدول أعمال مطروح لاجتماع المجلس التنفيذي بحضور ما يقارب ثلاثة وعشرين مدينة فالجدول محدد مسبقا يتناول تقارير المؤسسات منظمة المدن وكذلك الأمانة العامة لمنظمة المدن العربية والتقرير الإداري للأمين العام نقل خبرات وتجارب الدول المشاركة في مؤتمر المدن العربية أبرز الأهداف التي تحدثت عنها أمانة العاصمة مؤكدة إنهاء جميع استعدادات ومتطلبات المؤتمر بحضور عدد من أمناء عواصم الدول العربية اهتمام الحكومة ودعمها لانسجام مع الدول العربية والعاصم العربية من أجل نقل الخبرات والتبادل التجارب الناجحة في هذه المدن اليوم الأمين العام لمنظمة المدن العربية يتواجد في بغداد مع تواجد أمناء عواصم مهمة من المدن العربية في بغداد إن شاء الله نتائج هذا المؤتمر تنعكس بالإيجاب تطوير العمارة المعاصرة للمدن العربية مع الحفاظ على هويتها التراثية وتحقيق الاستقلال المالي لها هدف آخر يؤكد أعضاء هذه المنظمة العمل عليه للارتقاء بالحياة التراثية في مجتمعاتها سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد